عرفت قاعة العمالة عملية السكوائد بها عملية إعطاء الانطلاق لإعداد برنامج تنمية الإقليل فترة ممتدة 2021-2027 وكان لقاء غنيا تخلله عروض مقدمة من طرف دكاتر الأفاضل من فريق مكتب الدراسة المكلفة بإعداد هذا البرنامج وكما تعلمون هذه المحطة هي محطة أولى فقط ستليها إن شاء الله محطة أخرى وأهمها المحطة التي سنفعلها أو سنباشرها مباشرة بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله اللي ستكون هي في اللقاءة التشاورية بين الألية التشارك والتشاورية اللي هي أربعة عشر ألية كما يحددها بذلك القانون الداخلي للمجلس وسنشرع إن شاء الله يوم 9 يونيو أو 900 عفوا إن شاء الله في عقد أول لقاء تشاوري في بلدية أيتباهة وستليها لقاءة تشاوري أخرى وهذا اللقاء التشاوري ستدوم إن شاء الله زواء شهر يعني ثلاثة شهر ماي وبعد ذلك بعد استجماع هذه المعلومات سيتم تحديد الأولويات تنموية بالإقليم بطبيعة الحال هذه العملية ستتم من طرف مكتب المجلس بمعية مكتب الدراسة المكلف بإعداد هذه الدراسة بعد تحديد الأولويات بطبيعة الحال سيتم تحديد المشاريع التي ستنجز وبعد ذلك سنقوم بتقييم يعني البوارد المالية قصد ملأمتها مع هذه المشاريع المقترحة وفي الأخير سيتم إعداد أو صياغة التقرير الأخير لهذا المخطط الإقليمي للتنمية قبل عرضه على الليجان دائماً للمجلس وبعدها سيتم عرضه للمصادقة على أعضاء المجلس الإقليمي وهذه هي المراحل وبالتالي فهذا مسلسل يحتاج وقت وإن شاء الله نحن عاقدين العزم على إنجاح جميع المحطات إن شاء الله ونشكركم كذلك على اهتمامكم دائماً بما يدور بهذا الإقليم ورمضانكم مبارك سعيد اليوم كي نلقى الإخبار والتشاوري لإعداد مشروع برنامج التنمية الإقليمي واللي من خلاله سيتم إعداد مجموعة من المقاربات التنموية التي سيستفيد منها المواطن والمواطنات دلال الإقليم العزيز وبالتالي تنمية الحقيقية تشمل جميع القطاعات وتشمل كذلك المرأة والطفل وذولة احتياجات الخاصة والحضاري والقاروي وبالتالي فهذا البرنامج يجب أن يكون تموحاً وأن يستهدف كل شرائح هذا الإقليم الذي سيجد فيه القطاعات الأخرى وكذلك الجماعات الترابية وكذلك جمعيات المجتمع المدني ضلتهم وبالتالي تنمية حقيقية لهذا الإقليم التي ينشدها جليلة الملك وهذا المعطى أساسي في بناء مستقبل التراب خصوصاً في دل إعداء تصور شامل واستشراف لمستقبل الجهة استناناً إلى تصميم جهوي لإعداء التراب ويعد التصميم الوسيلة الأساسية للتخطيط والبرمج المجالي ويمكن من وضع برامج ومشاريع تنمية المستدامة على مستوى الجهة ومشكراً بذلك تصوراً حول مستقبل تنمية الجهة عادي المفكير نائب رئيس الجهة المكلف بإعداء التراب اليوم نحن هنا في إقليم شتوكا إتباهة في إطار الانطلاق برنامج التنمية دي الإقليم شتوكا إتباهة نحن هنا اليوم بحضور الإخوان رؤساء الجماعات دي الإقليم وحضور سيد رئيس المجلس الإقليمي وكذلك مبتل سيد عامل صاحب جلالة وكذلك المصالح الخارجية نحن هنا اليوم باش نقولوا نأكدوا على الدعم ديالنا لهم شروط ديال جهة سوزمسا فهد الإخوان ديالنا في الإقليم باش أنهم في هذه المرحلة الأساسية اللي غادي يديروا فيها المشاريع اللي كتعلق بالساكنة ديال الشتوكا إتباهة واللي أنها باش تعطي المكانة الحقيقية والمكانة التي يستحقها إقليم الشتوكا إتباهة جهوياً ووطنياً وذلك كان بنيوا على الخطاب ديال جلالة ملك محمد السادس في المسارة الخضراء اللي كي يقول بأن سوزمسا هي وسط المغريب وأنها يجب أن تأخذ المكانة التي تستحقها وكما كتعرفوا فشتوكا إتباهة هي واحد الإقليم وهي واحد معادلة صعبة وطنياً وجهوياً بحيث أنها في الأزمة الكوبيد بينات بأنها تحقق أو أنها لعبات دور أساسي في تحقيق الأمن الغدائي واليوم كذلك فهي واحد في هذا الإطار ندرة المياه فكتبين كذلك بأنها تحقق الأمن المائي وبالتالي فكما شتوكا إتباهة بهذا العطاء السخي فكنتمنى أنها في الأولى المقبلة إن شاء الله أنها تأخذ بقدر ما كتعطي وشكراً جزيلاً تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد